السلام عليكم قبل ما نبدي أتمنى تحط لايك للفيديو ويشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يوصل لك كل شي جديد العراق يسجل ولليوم الثاني على التوالي أعلى حصيله بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة في العراق عدد الفحوصات المختبرية اليوم 7 نيسان 49,588 عدد الفحوصات المختبرية الكلية 8,331,013 حالات الشفاء لهذا اليوم 5,020 حالة وكل آتي بغداد الرصافة 812 البصرة 802 بغداد الكرخ 742 ورصة 551 النجف 286 ميسان 267 إدهوك 245 الديارة 233 الديوانية 199 كربلاء 178 بابل 158 مدينة الطب 120 ذيقار 101 أربيل 85 السليمانية 78 صلاح الدين 52 كرخوك 49 الانبار 27 نينة وثمنتعش المثنى 17 أما الأصابات الجديدة لهذا اليوم 8,331 حالة وكما يلي بغداد الرصافة 1907 الكرخ 1137 البصرة 887 واسط 534 إدهوك 503 السليمانية 444 ميسان 375 إديالة 327 بابل 313 النجف 293 أربيل 270 كربلاء 248 الديوانية 240 ذيقار 213 مدينة الطب 161 كاركوك 161 المثنى وثمانين صلاح الدين 84 نينة وثلاثة وثمانين للأنبار 63 أما الوفيات 37 حالة وكما يلي أربيل 5 دهوك 5 الأصافة 3 الكرخ 3 مدينة الطب 3 النجف 3 السليمانية 3 كربلاء 3 البصرة 3 ذيقار 2 كاركوك 1 ديالة 1 بابل 1 صلاح الدين 1 أما عدد الذين تلقوا اللقاح لهذا اليوم 8525 المتلقين لللقاح التراكمي 1818 1670 وبذلك يصبح عدد حالات الشفاء الكلي 794 1444 نسبة الشفاء 88.7% عدد حالات الأصابات الكلي 895 622 عدد الحالات التي تحت العلاج 86606 عدد الحالات اللغرة في العناية المركزة 491 عدد حالات الوفيات الكلي 14572 نهاية الفيديو نتمنى السلامة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 4650